بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم برقية عزاء وموساء إلى إبراهيم محمد المؤيد وإخوانه عزاهم فيها بوفاة والدهم وشخصية الوطنية وعضو مجلس النواب السابق الشيخ محمد بن علي المؤيد الذي وفاه الأجل بعد معاناة مع المرض في إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشار رئيس الجمهورية إلى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء وإساماته الفاعلة مشيدا بمواقفه الوطنية المدافعة عن الوطن وأمنه واستقراره وأكدا أن خسارته في مثل هذه المرحلة الراهنة تعتبر خسارة كبيرة على الوطن الذي كان في أمس الحاجة له وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان